المملكة العربية السعودية المملكة البحرين الشقيقة حفظهم الله وأيضا روابط الأخوة وشائج القربة المصاهرة والنسب ووحدة المصير والأهداف المشتركة لا شك أن الاهتمام والتنسيق من قبل القيادة السياسية في المملكتين يؤكد عمق العلاقة وتطويرها في كافة المجالات وهذا يشكل حافزا كبيرا للارتقاء بشكل العلاقات الثنائية وتعدد مجالاتها في المستقبل ويعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين ويعتبر إنشاء المجلس التنسيقي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خطوة جديدة في إطار العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين الشقيقين في التطوير وتنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية وهذا المجال سوف يعود إن شاء الله بالنفع والتقدم على البلدين أجمعين ترجمة نانسي قنقر